مقره الرئيس المدينة المنورة حيث واصل الإشعاع الإسلامي ضياءه للعالمين بفضلا طبعا عن كون غالب مشاهد السيرة النبوية التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي كانت في المدينة المنورة من هذه البقعة المباركة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ستنطلق بعون الله تعالى متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية حول العالم يتميز هذا المتحف بالآتي هو السيرة النبوية كأنك تراها كأنك تعيشها واقعا وليس كما تقرأها وهناك طبعا تقنيات عالية إلكترونية تقنية 3D تقنية الهيلوغرام وغيرها من التقنيات تعيشك جو السيرة النبوية ويهمنا في الواقع أن يحقق أهدافه بامتياز لأن أفضل تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من خلال إبراز سيرته الحقيقة وفهمها الصحيح وأيضا أفضل رد على محاولات الإساءة له صلى الله عليه وسلم هو بيان تلك السيرة بأدلتها وشواهدها طبعا وأيضا من خلال امتثال المسلمين لتلك السيرة من خلال اقتدائك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة حكمته في التعامل مع المخالفين والجاهلين أو حتى الكارهين أنت تعطي ردا قويا وراقيا على أي محاولة للإساءة نحن من خلال هذه المتاحف نبين ذلك وهي سيرة مشاهدة كما قلت قبل قليل وليست مقروعة بل هي مشاهدة وبتقنيات حديثة ومشوقة هذه القوة الناحبة التطرف لا يواجه بالتطرف والصراخ لا يواجه بالصراخ والحماقة لا تواجه بالحماقة لذلك يقول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستعزين مسافهة السفع مباد لكن إذا اقتضى الأمر البيان من أجل إزالة أي لبس هذا يوضح وبحكمة أيضا ولا يقوم بها أي أحد تقوم بالمؤسسات الرسمية المؤهلة نحن في الرابطة منظمة دولية قدمنا هذا المتحف حول العالم وليس من خلال الارتجار الفردي والذي كثيرا ما يسي إلى الإسلام من حيث يعتقد أنه يحسن نحن نوضح من خلال هذه المتاحف أن الإسلام منفتح للجميع بحكمته ورسالتها الحاضنة للكل رسالته التي هي رحمة للعالمين